طيب نرجع بقى لتركي الحمد والناس السعوديين اللي بيتكلموا باسم النظام السعودي الحقيقة تركي الحمد بيعمل ثريد من تسع تغريدات على حسابه على تويتر بيتكلم فيه عن مصر أنا الحقيقة الفقرة دي هعمل فيها الآتي هقرلكوا تغريدة تغريدة من اللي كتبها تركي الحمد ونشوف الراجل قصده ايه وعايز ايه تعالوا تشوف مع بعض كده الحديث عن مصر ليس حديثا عن أي دولة عربية أخرى وليس تدخلا في شؤونها الداخلية فمصر كادت أن تكون في يوم من الأيام هي كل العرب تاريخها الحديث يكاد يكون تاريخ كل العرب في طموحاتهم ونجاحاتهم وإخفاقاتهم أيضا لذلك فإن الحديث عنها هو حديث عن مصير عربي مشترك فماذا يجري في مصر اليوم جميع تعالوا بقى نشوف تركي الحمد شايف من وجهة نظره ايه اللي بيحصل في مصر النارضة اه الراجل ده خليني ما غطيش على وشه الذهن العربي ليس مصرا واحدة بل هي مصران فهناك مصر النموذج سواء كان هذا النموذج هو مصر التنوير والحداثة والنهضة منذ بدايات مصر الحديثة في عاد محمد علي الكبير أو كانت مصر النموذج الناصري منذ عام 1952 نموذج الثورة التنمية المكانة الدولية المميزة بمعنى أن لدينا نموذجان لمصر جميل ايه هي النماذج تعالوا نشوف تركي الحمد برضو شايف ايه نماذج مصر وهنوصل لفين في الاخر في نموذج مصر المزدهرة قبل سنة 1952 ايه ده مصر الملكية هو تركي الحمد مبسوط من مصر الملكية ده أنت كده الراجل ده يزعل منك قوي الراجل اللي الشباب مخبيينه في الصورة وجايبينه بلابيض والسود ده هيزعل منك جدا على فكرة ايه وعتولي الكلام ده لكن تعالوا نكمل مصر المزدهرة قبل 1952 مصر الطموحة بعد ذلك التاريخ ينقسم المراقبون إلى مؤيد ومعارض لهذا النموذج أو ذاك في المقابل هناك مصر بواقعها الحالي جينا بقى للكلام اللي يقلب البطن الراجل ده عشان كده أنا بشكر الشباب اللي عاملين التصميم عشان كده مخبيينه لأنه حتى لو كان في الصورة كان هتحس أن كل كلمة هقراها من كلام تركي الحمد كان وشه هيطفي ليه حد في فريل إعداد صديق عزيز دايما بيستخدم المصطلح ده يقول له أنا حسيت أنه وشه كده خلاص الطفا ففتاح السيسي هم الشيوات جايبينه ووشه مطفي أصلا ليه؟ عشان الكلام اللي بيقوله تركي الحمد كلام قاسي شوي مصر بواقعها الحالي أي مصر البطالة أزمات الاقتصاد السياسة معضلات المجتمع تقلباته الجذرية العنيفة التي لا تنتمي لأي نموذج ملكيا كان أو جمهوريا هنوقف هنا شوية ما تقلبوش إيه اللي بيتقال هنا؟ اللي بيتقال هنا أن إحنا كان عندنا نموذج ملكي نموذج الملكي ده كان جميل نموذج الملكي ده كان كويس وعندنا نموذج جمهوري بتاع جمال عبد الناصر وعندنا دلوقتي تاريخ جديد بيقرخوا تركي الحمد اسمه نموذج مصر الحالي اللي هو خلينا نقول إحنا من آخر كلام نموذج عبد الفتاح السيسي اللي هو فيه بطالة وفيه مشاكل وفيه أزمات اجتماعية وده الحقيقة ملوش علاقة بالنموذجين زي ما تركي الحمد بيقول طيب تعال نشوف بيكمل الكاتب السعودي وبيقول إيه؟ أنا مش معنى أن أنا عرض الكلام ده أن أنا موافق أو مختلف أنا خلينا نعرض الكلام الأول وبعدين نشوف هنوصل فيه هو بيقول ما الذي حدث لمصر الثرية بثرواتها وإمكاناتها التي كانت تقرض المال تساعد المحتاج ها هي اليوم أسيرة صندوق النقد الدولي مش رائبة العنق لكل مساعدة من هنا أو هناك الكلمة دي قاسية جدا الكلمة دي قاسية جدا على الشعب المصري وأنا بقول أن الراجل ده أو نظام الراجل ده هو اللي وصلنا أن المملكة العربية السعودية أو تركي الحمد يطلع يقول أن مصر الآن الثرية بكل هذه الثروات بهذا التاريخ أصبح وضعها الآن مش رائبة العنق لكل مساعدة من هنا أو هناك أنا هضرب مثل أنا آسف أن أنا بضربه أي حد متسول في الشارع لو أنت بتقرب منه بيبدأ يرفع راسه كده ويشوف اللي طالع من جيبة خمسة ولا عشرة ولا عشرين ولا مية اللي تدي له كوينز عملات فاللقطة دي بتاعة الشخص الشحات أو المتسول للأسف للأسف تركي الحمد بيصف مصر الحالية تحت حكم السيسي بأنها باتت مش رائبة العنق لكل مساعدة من هنا أو هناك نكمل وهي أرض اللبني والعسل حقيقة لا يمكن تفسير الحالة المصرية بعمل واحد خاصة بعد سقوط الملكية وبدايات الصعود إلى الهاوية بيكمل تركي الحمد تحليله للوضع الحالي وبيقول تعالوا بقى نشوف الكلام ده الراجل ده يا جماعة ده حد مقرب جدا من دوائر السلطة السعودية والكلام الجاي يعني أنا بقول لحضرتك إنه لا يمكن أن يكتبه تركي الحمد دون موافقة أو مباركة أو إشارة إنه تمام ما عندناش مشكلة لو هتقول الكلام ده لأن الوضع في السعودية صعب شوية خاصة تويتر هو المنصة الرئيسية في المملكة العربية السعودية يعني كتاب الرأي والسياسيين والكلام ده تويتر في السعودية له قدسية خاصة وهو مصدر مهم للمعلومة ومصدر مهم للمواقف الرسمية أو غير الرسمية المحسوبة على الرسمية زي تركي الحمد كده ده مواقف غير رسمي لكن تركي الحمد كتاباته وأفكاره ومقالاته بتحسب بشكل أو بآخر على وجهة النظر السعودية الرسمية نتيجة تاريخ طويل لهذا الرشل طيب بيقول إيه باه إيه العوامل اللي وصلتنا للوضع اللي إحنا فيه أولا هيمنة الجيش المتصاعدة على الدولة وخاصة الاقتصاد أنا هنا بتكلم على إيه هنا السعودية ممثلة في تركي الحمد بتكلم على وضع الجيش المصري اللي هو القائد الأعلى للقوات المسلحة عب فتاح السيسي اللي هو النظام عسكري أصلا اللي هي السعودية أساسا دعمها من أول يوم بل من قبل اليوم الأول عشان يوصل ويسيطر لكن إحنا في 23 الوضع مختلف بيكتب تركي الحمد إن الجيش هيمنته على الدولة وخاصة الاقتصاد بحيث لا يمر شيء في الدولة المصرية إلا عن طريق الجيش ما فيش حاجة بتعدي إلا عن طريق الجيش وبإشراف الجيش ومن خلال مؤسسات خاضعة للجيش ولصالح متنفذين في الجيش يعني الجيش مسيطر يعني هي جمهورية الجيش كما يرى بعض المراقبين مكامل الأزمة وجذورها وكل ذلك على حساب مؤسسات المجتمع يبقى هنا تركيا الحمد أو المملكة العربية السعودية بتشخص أزمة مصر في إن الجيش مسيطر على كل حاجة طيب السيطرة دي بتيجي على مؤسسات المجتمع نكمل التغريدة اللي بعدها مؤسسات المجتمع الأخرى سواء كنا نتحدث عن نشوف التغريدة اللي بعدها لو سمحته كنا نتحدث عن القطاع الخاص مؤسسات المجتمع المدني الذي كان في أقوى حالاته في العهد الملكي بيقارن تاني ما بين الملكية وما بين الوضع الحالي طيب بعدين بينقلنا من سيطرة الجيش ومسئولية الجيش اللي هي المسئولية الرئيسية عن التردي اللي احنا وصلنا له لإيه؟ للبيروقراطية المصرية الهارمة المقاومة للتغيير اطلع الدور التالت لمدام عفاف أو فوت علينا بكرة يا سيد البيروقراطية المصرية الهارمة المقاومة للتغيير دي تقف حجر عثرة في وجه أي استثمار اقتصادي ناجح سواء داخلي أو خارجي لو احنا عايزين نجيب فلوسنا ندهالكو في مصر كسعوديين فانت عندك بيروقراطية مصرية هارمة مقاومة للتغيير فده الحقيقة بيفشل أي استثمار داخلي أو خارجي رغم أن مصر عبارة عن كنز لا ينضب من الفرص الاستثمارية وهنا عايز اقف شوي قبل ما نروح للبعدة يعني ايه مصر كنز استثماري؟ مصر يا جماعة فيها فرص متاحة أنك تعمل استثمارات جبارة طيب لكن مين اللي منع الفرص دي؟ حرب روسيا أوكرانيا؟ الحقيقة لا اللي منع الفرص دي أنه الوباء كورونا؟ الحقيقة لا بلسان تورك الحمد بوجهة نظر سعودية أن جزء رئيسي أو مشكلتين رئيسيتين وهنيجي للتالتة أن الجيش مسيطر على كل حاجة والنقطة اللي بعدها البيروقراطية الإدارية الهارمة والمقاومة لأي تغيير والحياة مضيعة مننا فرص كتيرة جدا تعالوا نشوف كده تالت سبب قاله تورك الحمد للأوضاع المترضية اللي احنا فيها دلوقتي ثالثا الثقافة الشعبية المستسلمة والمستكينة والمنتظرة لكل ما يأتي من فوق سواء كان هذا الفوق هو السماء ومفاجأتها وأبطالها المقبلين من الغيب أو الدولة بجلال أدرها وفرعونها ذو الصولجان المالك لمفاتيح التغيير وخزائن المن والسلوى مع غياب شبه تام لحس المبادرة المجتمعية المستقلة نقف بقى في التغييدة دي لأن كل كلمة فيها الحقيقة محتاجة رد طيب هل تورك الحمد هنا لما بيتكلم عن الدولة بجلال أدرها وفرعونها ذو الصولجان المالك بن قسين كده لمفاتيح التغيير وخزائن المن والسلوى يا ترى ده سؤال والله سؤال بريء جدا أستاذ تورك الحمد هل حضرتك تقصد بفرعون مصر لمالك الصولجان ومفاتيح التغيير وخزائن المن والسلوى هل حضرتك تقصد عبدالفتاح السيسي ولا أنت بتكلم على التاريخ المصري يعني هل التوصيف بتاع حضرتك ده للوضع الحالي لأنك من كم تغريدة كنت بتقول المصر الحالية دي أسباب ترديها فبتكلم على فرعونها اللي مسك صولجان الملك ومع مفاتيح التغيير وخزائن المن والسلوى هل حضرتك بتقصد السيسي هل الكلام ده راكب مع الجنرال أو المشير أو الرئيس عم فتاح السيسي أيا كان اللي بتفرج علينا بيعتبره إيه هل ده التوجه السعودي عشان كده كنت بقولك في المقدمة بتاعت الحلقة مصر أكبر من أن تفشل تورك الحمد محمد بن سلمان مقتنعين بدا لكن السيسي أكبر من أن يفشل لا ده احنا نطلع نكتب عنه أنه هو فرعون مصر المالك للسولجان ومع مفاتيح المن والسلوى والمش عارف إيه يعني احنا بنطلع هنا نتكلم على السيسي بنطلع نلقح على السيسي بنطلع نقول أن السيسي سبب الأزمة الحقيقة ده اللي بيحصل ده اللي بيحصل في دول الخليج ده اللي بيحصل في بعض الإعلام العبري ده اللي بيحصل في تقارير كثيرة جدا غربية سواء في بريطانيا أو في الولايات المتحدة الأمريكية طيب نكمل في قصة الشعب هو هنا شايف أنه جزء من الأزمة في الشعب في ثقافة السلبية أن الناس مستنيها دايما الحل يا إما من ربنا يا إما من السيسي مش عارف هل تركي الحمد عايز الناس تعمل ثورة مثلا يعني هل دي إشارة من المملكة العربية السعودية أنها عايزة الناس تنزل الشارع هل الناس هتستنى اللي مستنيها الفرج من الفرعون اللي مسكت الصولجان أو من رب السماء أنه ينزل ناس يعني ملايكة مثلا تحارب ولا تخلص البلد فتركي الحمد هنا شايف أن الناس دول لازم هما اللي يتحركوا لازم هما اللي ياخدوا الخطوة يا سعادة التركي ده معناه ثورة يناير تانية ماهو ده معناه أن الناس هتنزل الشارع ماهو ده معناه حراك ومعلش أنا آسف يعني لو كنت حضرتك نسيت بس أنتو أنت حضرتك والملك عبد الله وقيادات السعودية أنتو اللي دعمت الرجل ده عشان يدمر الثورة اللي احنا نزلنا فيها صح ولا ما هو ده تاريخ يا أستاذ تركي أنتو اللي دعمت الرجل ده بالفلوس وسياسيا عشان يدمر الثورة اللي الشباب المصري أو الشعب السلبي اللي انت مسميه نزل فيها فلو أنتو النهاردة شايفين أنه لأي الشعب ده سلبي والثقافة دي زي ما بيقول ريفية الجذور فرعونية التاريخ ربما لها علاقة بالنيل في فيضانه وانحصاره وبالفرعون في بسطه وانقباضه مثل هذه الثقافة كانت شبه قاصرة على القرية المصرية طول التاريخ المصري ومعزولة تماما عما تمور به المدن خاصة القاهرة والإسكندرية تحديدا من حركات تحديث وتنوير ومبادرات بس ثورة يناير يا أستاذ توركي الشعب ده والقرى دي نزلت وانتو بفلوسكو اللي دعمتو الراجل ده عشان يضمر الكلام ده فالحقيقة انتو كنتو جزء من الأزمة اللي انت بتقول عليها في ثالثا هي جزء من أزمة الواقع في مصر الوقت فلو الجيش عنده مسئولية فأنا متفق معاك لو في بيريقراطية هارمة مقاومة للتغيير أنا متفق معاك لو في سلبية وثقافة انت بتقول انها مستنية الفرعون المالك يتحرك فانا آسف يا أستاذ توركي انتو بتتحملوا المسئولية في اللي حصل طيب بيقول ايه بيقول مبادرات آخر تغريدة مجتمعية مستقلة في العصر الحديث ولكن مع فتح الباب لاجتياح الريف للمدينة في عقاب حركة يوليو أصبحت هي الثقافة السائدة كليا في مصر تقريبا هذه هي أهم ثلاثة عوامل لا يمكن فهم ما يجري في مصر دون أخذها في الاعتبار وفق ظني وليس كله ظن إثم في كل حال يعني تراجل رائع جدا يا أستاذ توركي والله إذن الخلاصة توركي الحمد لسان من ألسنة الحكم في المملكة العربية السعودية على مدار سنوات أنا عارف أنه ممكن يعني يزعل من الكلمة لكن الناس كلها عارف أن حضرتك يعني رجل تتحدث باسم السلطة في كثير من الأحيان السلطة دي كانت حليفة لعبد الفتاح السيسي على ما يبدو أن هذه السلطة ترى أن مصر جزء وعبد الفتاح السيسي جزء آخر على ما يبدو من الكلام كده أنه فرعون وصولجان والجيش والبيروقراطية والفساد والكلام ده في حاجة فصلة دلوقتي ما كانتش حصلة في العشر سنين اللي فاتوا أن مصر أكبر من أن تفشل نعم لكن مصر كدولة لكن في نظام وجيش مسيطر ومش عارف إيه يبدو أن دي قصة تانية التركي الحمد شايفة مش تركي الحمد بس دي كمان الإيكوروميست البريطانية شايفة جزء من وجهة نظر تركي الحمد